بسم الله الرحمن الرحيم اليوم هنكمل الفصل الثاني من وحدة النظام الشمسي مادة علوم الارض الصاف التاسع درسنا اليوم رح يكون عن حركتها الارض والشمس عن تعاقب الفصول الاربع طبعا زي ما احنا شايفين هون اثر الفصول الاربع الكائنات الحية وبالاخص النباتات تمام قبل ما نحكي عن الفصول الاربع وابرز التغيرات اللي بتصير في كل فصل لازم نحكي عن السبب الرئيسي الي ادى الى تعاقب هاي الفصول طبعا هو السبب نتيجة ميل محور الارض شو يعني ميل محور الارض محور الارض هو عبارة عن خط وهمي او محور افتراضي او هو عبارة لو جينا نتخيل عمود بيخترق الارض من القطب الشمالي المتجمد الى القطب الجنوب المتجمد فهذا الخط او هذا المحور ليس رأسيا وانما يميل بزاوية مقدارها تقريبا 23.4 فاثناء دوران الارض حول محورها واثناء دورانها حول الشمس طبعا بمدار اهليجي او بيضوي خلال السنة الواحدة فبالتالي هذا بيأدي الى تغير في زاوية سقوط اشعة الشمس من مكان الى اخر او بالمكان الواحد ولكن من شهر الى اخر او من فصل الى اخر فمثلا لما يكون ميل محور الارض طبعا متجها او مقتربا من الشمس فبالتالي المنطقة الموجهة لهاي الاشعة ستحصل على كمية كبيرة من الحرارة والضوء فبالتالي الفصل السائد فيها هو فصل الصيف بينما الجهة المقابلة يعني اللي عكسها او الجهة المقابلة الليها رح تكون تحتوي على كمية اقل من الضوء والحرارة رح يكون الفصل السائد فيها هو الشتاء فالمنطقة الجغرافية او المواقع الجغرافية اللي بيكون فيها محور او ميل محور الارض له مقتربا من الشمس ولا مبتعدا عنها بيكون الفصل السائد اما الربيع او خريف طبعا زي ما احنا شايفين عندي هون رسمي عندي الارض بتدور حوالين الشمس بمدار اهليجي او بيضة باللونه احمر زي ما احنا شايفين وعندي محور الارض الافتراضي باللون البنافسجي بلاحظ انه محور الارض يما بيكون مقترب او مبتعد او وضع طبيعي حكرا لا مقترب او مبتعد فلما يكون مقتربا او موجها للشمس فبالتالي رح يكون الفصل السائد في نصف الكرة الشمالي الصيف اما بنصف الكرة الجنوبي رح يكون الشتاء وبرضه رح يصير هاي العملية بكل مواقع الموجودة بالكرة الارضية معلومات هاملة لازم نعرفها شو الفرق بين الاحتدال والانقلاب الشمسي انا لما احكي انقلاب شمسي يعني هي الايام او الفترات الزمنية اللي بيكون فيها محور الارض يائما متجها للشمس او مبتعدا عنها طبعا انت في فصل الصيف والشتاء لما يكون متجها نحو الشمس بيكون فصل الصيف اما مبتعدا عنها فصل الشتاء طبعا هذا باثر كمان على طول النهار والليل طبعا كمان شوي نحكي عنه عشان هيك منسمي انقلاب شتوي او انقلاب صيفي بينما اعتدال نسميها اعتدال هي الايام التي لا يكون فيها محور دوران الارض لا مقترب ولا مبتعد عن الشمس يعني بيكون فيها طول الليل نفسه او مساوي تقريبا لطول النهار وهي اللي بتكون بفصل الربيع او الخريف طبعا زي ما احنا شايفين هون عنا بالصورة هون بحكينا عن الفصول الاربعة امتى بتبدأ وزي ما احنا شايفين عنا اعتدال ربيعي وانقلاب صيفي واعتدال خريف وانقلاب شتوي طبعا نشوف شو اثره على النباتات زي ما حكينا انه النباتات بتزهر وطبعا زي ما احنا شايفين الاوراق باللون الاخضر طبعا فصل الربيع بينما فصل الخريف لما تتساقط الاوراق طبعا هادا كلها تغيرات رح نحكيين عنهم تمام وصلنا لترتيب الفصول الاربعة كيف من رتب الفصول الاربعة اول اشي منبلش بفصل الربيع هو الفصل بي اللي بيبدأ من 21 اذار في نصف الكرة الشمالي طب شو هم ابرز التغيرات اللي بتحدث في هذا الفصل طبعا ابرز التغيرات انه بيمثلي المرحلة الانتقالية من فصل الشتاء الى فصل الصيف يعني بنقلنا من الدرجة الحرارة الكتير باردة الى درجة الحرارة المرتفعة طبعا فيه بتتفتح الازهر بتتلقح وبصير عندي جو معتدل يعني لا حر كتير ولا برد كتير وبستمر حتى يصير عندي الانقلاب الصيفي بعدها بيجي النافص للصيف اللي بيبدأ من 21 حزيران في نصف الكرة الشمالي شو اهم التغيرات اللي بتصير فيه طبعا بتميز هذا الفصل بارتفاع درجات الحرارة يعني يحر كتير فيه كتير من المناطق فيه نصف الكرة الشمالي وبكون فيه النهار طويل والليل قصير تالتا رح يجي عندي فصل الخريف فصل الخريف رح يبلش من 23 ايلول في نصف الكرة الشمالي طبعا رح يكون فيه مش حكينا اعتدال رح يكون فيه فترة النهار والليل متساوية وطبعا بما اننا بنحكي عن فصل الخريف رح تتساقط فيه اوراق الاشجار طبعا ورح يكون فيه الهواء محمل بالغبار والاتربة رابعا والفصل الاخير هو عنا فصل الشتاء بيبلش من 21 تانون اول في نصف الكرة الشمالي شو اهم التغيرات اللي بتحدث فيه انه بتميز ببرده الشديدة وبتساقط فيه الامطار والسلوج بمعظم المناطق اللي نصف الكرة الشمالي طبعا رح يكون الليل فيه طويل والنهار قصير عكس فصل الصيف طبعا زي ما احنا شايفين هون عندي الصورة ترتيب الفصول اولا فصل الربيع ثانيا فصل الصيف ثالثا فصل الخريف رابعا فصل الشتاء وردو زي ما حكينا هنا ابرز دائرات اللي بتصير بكل فصل هون برضو نفس الاشي بنشوف التغيرات اللي بصير عننا باتات في الفصول الاربعة طيب عنا هون واجب بيتي ولازم نحله بحكينا انه يعتقد بعض الناس انه الشمس بتكون اقرب ما يمكن الارض في فصل الصيف اي ان فصل الصيف يحدث بسبب اقتراب الارض من الشمس وان الشمس تكون ابعد ما يمكن في فصل الشتاء اي ان فصل الشتاء يحدث بسبب ابتعاد الارض عن الشمس سؤالي ابحث في مدى صحة هذا الامر اذا هذا الامر كان صحيح ليش واذا كان خطأ بدي التفسير الاجابة باك منكون انهينا درسنا ان شاء الله نكون استفدنا ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر